موسيقى الحمد لله الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على النبي المجتبى وأشهد أن لا إله إلا الله أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الوفاء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي البشير النذير المجتبى المصطفى ورضي الله عز وجل عن صحابته أئمة الهدى ومصابيح الدجا وعن معهم برحمتك يا أهل المغفرة وأهل الوفاء في الحج هناك عبادة تسمى العبادة المالية يعني بمالنا ندخل الجنة شرط أن يكون هذا المال حلال وطيب ومبارك فبأموالنا ندخل الجنة كيف ذلك؟ تعلمون أن الحج لا بد لهم من مال الاستطاعة من استطاع إليه سبيل استطاعة بدنية واستطاعة استطاعة مالية لأن الحج يتطلب المال فبالمال نرقى إلى الدرجات العلا في الجنة نجاهد في سبيل الله بأموالنا ننفق أموالنا ننفق أموالنا في سبيل مرضات ربنا سبحانه وتعالى فالمال الطيب لأداء المناسك لرك رايح البيت ربي هذا العام السنة هذا تخير المال الطيب المال المبارك المال الحلال هو اللي تروح تحج به بيت الله عز وجل لأن ربك جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيب سبحانه تبارك وتعالى وتنفق المال في الحج طاعة وإرضاء لله الذي يتقبل من عباده مثل هذه العبادات المالية كي نحل كلمة اللي مقولة أنا أسمعها بعد ما يونه الناس من الحج واحد يهدر معا جماعته يجي وهان يقوله يقوله والله غير سنة الحالة غالية في مكة وغالية في مكة وفي المدينة وفي الماكلة وفي الشراب وبعدين هاي الكلمة يقوله والله غير بدرت عملية حسابية بدراها متاع الحج وواش صرفته وواش قدره يقوله والله غير خسرت فيها مئة مليون وحد آخر يقوله والله غير خسرت فيها مئة وستين مليون لما إذا رحت إلى الحج أنت ما خسرته أنت ربيحته كي رحت للحج وانفقت هذا كل مال في المأكل والمشرب وفي الهدي وفي الفندق وفي وسائل النقلي وغير ذلك يعني ما تحتاجه في حجك هذا كلمة الذي أنفقته والله ما خسرت أنت ربيحت يرجون تجارة لن تابور تعالي كل يخسر خسر لنفق ماله في المخدرات خسر لنفق ماله في الخمور خسر لنفق ماله في الحرام في المعاصي خسر لنفق ماله في الخبائث والمهلكات هذا خسر أما أنت تّ ولا غير بحث ولا غير هذه الأموال كلها مدخر لك أجرها عند ربي سبحانه تبارك وتعالى القائل في كتابه وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في الحج ولا في غير الحج وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ يُخْلِفُهُ عَلَيْكُمْ وَهُوَ خَيْرُ الْرَازِقِينَ وَالنَّفَقَ اللي رك تنفق فيها دليل على برهان إيمانك دليل على البرهان برهان برهان إيمانك باللي الإيمان تعكي قوي فأخذت هذا المال فأنفقته في سبيل الله ومن سبيل الله أنفقت المال في مناسك الحج مليح يكون عندك المال خذها من هذا المنبر مليح المال والله غير المال مليح أقسم لك بالله مركب هنيئ شوف مركب هنيئ مال بيت واسع مال سبحان الله هذا علامة من علامات السعادة مليح يكون عندك المال جميل أن يكون لديك المال قل لي وش هو الأجمل هذا جميل وش هو الأجمل هذاك المال اطيع به ربي تأكل منه شرب منه تلبس منه تنفق به على الزوجة وعلى الأولاد وتدير به مشاريع الخير تنفق بمالك على والديك على الأقارب تاعك على جيرانك على المسلمين على المسلمات تدير به مشاريع الخير تسلك به طريقا إلى الجنة فالصدقة الصدقة تطفئ غضب الله والصدقة برهان والصدقة نداوي بها المرضى والصدقة ربي طول بها الأعمار والصدقة يثقل بها رب الموازين والصدقة الله يحفظك بها الصدقة الله تعالى يدثع بها عنك المصائب والبلايا والرزايا صنائع المعروف تقي مصارع السوء وأجمل ما ينفق من المال ما كان في طاعة الله ومن طاعة الله إنفاق المال في مناسك الحج ما تقول شبرك أرى أني خسرت مئة وخمسين مليون كي رحت وليت للحج ولا خسرت مئة مليون والله أنت ما خسرت أنت ربحت مع ربي وانت غديت غنيمة كبيرة مع ربي سبحانه وتعالى يرجون تجارة لن تبور الله يجعلك من هؤلاء الذين أنفقوا أموالهم في أداء المناسك وإن شاء الله أسأله تعالى أن يجعلك من الذين يرجون تجارة لن تبور اللهم أسألك يا رب العالمين أن تبلغنا مقاصدنا وأن تحفظ وأن تحفظ أزواجنا وأن تحفظ ذريتنا وأن تحفظ المسلمين والمسلمات وأن تحفظ علينا بلادنا من كل بلاء وسوء وبلايا ورزايا يا رب العالمين وأن تجعل الجزائر وسائر بلاد المسلمين أن تجعل الجزائر بلدا آمنا مطمئنا رخاء يا رب العالمين وسائر بلادي وسائر بلادي المسلمين اللهم احفظ علينا نعمة الأمن والاستقرار من الزوال يا رب العالمين اللهم أصلح لنا أحوالنا وأصلح لنا أمورنا وأصلح لنا ولات أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأصلي وأسلم على من بعث فينا رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين